السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 10 من الشبطة السابع تعالوا نشوف مع بعض examples علشان أقدر أحدد phases والamount of phases وكمان expected micro selection أنا عندي الأجزامبل الأولاني عبارة عن cover nickel system phase diagram has shown in the figure تمام answer the following determine the amount of phases at temperatures 1400, 1280, 1240, 1100 for or when cover 60% and nickel 40% والطلب الأخير بتاعه بيقول sketch the microstructure at each temperature طيب إحنا هنعمل إيه؟ أول حاجة زي الخطوات اللي إحنا هلناها عند 40% كبر أرحو أخد خط رأسي زي ما أنا واخده كده وبعد كده عند التمبريتشارز المختلفة أرحو أخد خط أفقي عندي مثلا 1400 أنا يواخد خط أفك أهو فالتنين اتقطعوا مع بعض في النقطة دي وعند الخط 1200 أنا واخد برضو خط أفك أهو وعند خلف 200 1240 أدي واخد برضو خط أفك تاني أهو تمام؟ وعند 1100 أنا واخد إيه؟ واخد خط أفك أهو طيب لما بص للخطوط دي يبقى مهم جدا أن أنا أشوف أسأل نفسي سؤال تعال الأول لا تعال الأول نعمل إيه؟ تعال الأول نشوف هل أنا هنا نقطة التقاط ووقع فين؟ أبص لإيه؟ أوقع في single phase طالما أوقع في single phase يبقى أنا عندي إيه؟ عندي نسبته 100% يبقى عندي 1100 عندي one phase يبقى نسبته 100% أرسم له MicroStructure إزاي؟ أبقى عندي رموزة الللة وأخد ساهم وأقول ده الألفا تعال نرجع مرة تانية عند temperature المختلفة عند 1240 1240 الدرجة دي وقع على خط الصوليدس يعني أي نقطة على خط الصوليدس اللي هو القريب من الصوليد يعني بمعنى أصح تعتبر 100% صوليد وأي نقطة على الليكودس تعتبر 100% الليكود طب تعال نشوف 1240 أليه وقع على الصوليدس يعني معنى كده أنه عند صوليد 100% زي الأولانية وبالتالي عفوا يبقى عندي 1240 أدي عندي برضو عندي ألفا وتعتبر one phase يبقى نسبتها 100% وأدي برضو راسي مبارعاً دايرة مصمطة وأخذ ساحبه مسميها الألفا هو ده MicroStructure Expected طب تعال نشوف عن درجة حرارة 1280 أبص ألاقي النقطة وقع على الليكودس أو خط الليكودس وبالتالي يبقى دا single phase وطالما single phase يبقى 100% يبقى عندي 1280 أنا عندي لكود 100% أروح راسمه طالما phase واحد يبقى 100% نسبته 100% أروح وأخذ دايرة فضية خالص وسحم عليها وأقول عندي لكود 100% تعال دلوقتي أشوف عند آخر درجة حرارة 1400 هذا الخط الأوفاك أهو متقطع مع الخط الرأسي بتاع الكمبوزيشن عند النقطة دي وبالتالي يبقى دا ليكود 100% زي ما شفت كده بما أنه 1400 single phase يبقى 100% أروح عامل دايرة فضية وأخذ منها إيه أو أساهم وأقول دا ليكود 100% وبكنا نبقى حلينا المسألة شكرا